بوسط احتجاك فلسطيني البرلمان النمسوي يستقبل رئيس الكنيسة الإسرائيلية في مؤتمر مكافحة معادات السامية من هذا المنطلق وبعد هذا اللقاء كيف تعكس السياسة الخارجية نمسوية لموقف الدولي تجاه الصراع في غزة؟ بصينة بصراحة وضع سيء بصراحة التملق النمسوي للسياسة الإسرائيلية رئيس الكنيسة واستقباله بالبرلمان النمسوي ماذا يعني استقبال البرلمان النمسوي؟ استقبال الابطال بوسينا انا اعتقد ان احنا في عنا يمكن صورة اه اضافية ما بعرف صراحة الوين موجودة خليني احاول شوي اطلعها قبل ما الكنترولي حطينا الصورة يعني مع الاسف بوسينا اليوم اليوم الساسة الساسة النمساويين اليوم يعني مع الاسف بوسينا اه في في يعني اه في مبالغة مع الاسف الصورة غير موجودة في مبالغة بوسينا اليوم بموضوع بموضوع التملق للجانب الاسرائيلي طبعا الصور اعتقد ان احنا في مقطع فيديو اتمنى ان يكون اقدر نفتحه هون اه بس يعطوني الكنترول ثواني شويلة حتى ننزلهم للمقطع ايوه نزلنا اليوم لاحتجاجات ايوه ليكون مقطع ايوه تماما ايوه تماما تحطون له بالله الصور هيك لو سمحتوا الكنترول طبعا هاي المظاهرة اللي هي ظاهرة امامي الان هي فعليا هي فعليا المظاهرة اليوم اللي هي كانت امام مبنى البرلمان النمساوي واللي هي فعليا كانت عبارة عن اعتصام لمدة يومين باعتبار الاستضافة بمؤتمر معادات السامية كان امبارح واليوم فكانوا هؤلاء الناشطين الفلسطينيين اصروا على التواجد وانه انحاولوا يرفعوا صوتهم يرفعوا صوتهم ويوجهوا رسالة حقيقية انه انه بجانب 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 ما حصل لربما في غزة ايضا يوجد اعتداءات اسرائيلية ومجزرة يقوم بها الجانب الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين بالتالي هذه جريمة محققة ومع الاسف النمسا اليوم تباركها هذا شيء سيء وسينعكس سيئا اكثر على الحالة السلم الاهلي في النمسا يعني عندما نشاهد متطرف ما ومتشدد ما وما وما الى ذلك هذه المواقف تغذي التطرف صراحة لا تغذي اي شيء اخر لا اعتقد ان النمسا اليوم مطلوب منها ان تلتقي برئيس الكنيسة الاسرائيلية وتستضيفه في البرلمان بهذه الطريقة عندك موقف ما فيك تعملي ولكن دون العلنية هذا العلني يغذي الاحتقان في الشارع والذي بهذه المرحلة لا ضرورة له ما بعرف انا هاي وجهة نظري انا